تكشهت بعض المواطنين يقولون بأن أسعار العقارات في ديالة على وجه الخصوص تضاهي أسعار العقارات في باريس على سبيل المثال إلى ماذا تعز الأسباب ومن يقف وراء ارتفاع أسعار العقارات في العراق بشكل عام؟ طبعاً موضوع العقارات هو لا يختصر على ديالة هناك ارتفاع كبير في أسعار العقارات في عموم مناطق العراق هذه الأزمة تتركز في محافظة بغداد عموماً اليوم ارتفاع أسعار العقارات على الرغم من هذا الارتفاع في أسعار العقارات لكن هلالك انكماش في الأسواق يعني لا توجد حركة بيع قوية في أسعار العقارات وهذا يعود إلى غياب المبادرات الإقراضية التي كان البنك المركزي قد أطلقها في وقت سابق هذه المبادرات متوقفة حالياً هذه من تحرك الأسواق وممكن أن تسهم إلى حد ما بتوفير السيولة المالية تحريك هذه الأسواق ممكن أن يوفر إلى حد ما عرض كبير في موضوع العقارات هاي ناحية الناحية الثانية هناك الكثير من الأسباب التي أدت إلى ارتفاع الأسعار أول سبب هو المال السياسي الفاسد وأكثر حكومة بدأت بتبييض الأموال هي حكومة الكاظمي الأموال الفاسدة هي من أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات إلى مستويات جنونية وصلت إلى يمكن أكثر من عشر تالاف دولار في بعض مناطق بغداد هاي واحد القضية الثانية غياب العرض اليوم لا يوجد عرض كافي لغاية الآن لم تتمكن الحكومة من توفير عرض كافي للوحدات السكنية ممكن أن يسهم إلى حد ما بتقليل الأسعار العرض يتوقف على ما يوفره المواطنين يعني تعرفين اللي عنده بيت شبير بدأ يقطعه ويبيعه أو يأجره وهذا أدى إلى تضخم كبير في الأسعار حتى ينعكس على أسعار الإيجارات نعم اشتركوا في القناة